هغني في مصر هغني في مصر جد جد سعيد بتصوى الفرح يا أهل المغرب الطيبين الصحيين والنيمين وكل فنس سعد المشرق والمحبين المعلم عندنا هنا في مصر شكرا جدا يا رجال ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك في الحركات؟ شكرا جدا والله شكرا يا إيجيت عايزين منه حاجة؟ عشان مش راجع دلوقتي ليه؟ هنعرف كل حاجة مع بعض في الفيديو ده بس الأول اديها لايك واشتراك وتابع معي الحلقة لحد الأخر تفاصيل الأغنية أغنية طابع خليجي مغربي لهجة بيضة يفهمها الكل النهاردة يوم جميل جدا على جمهورية مصر العربية وبالأخص محبين الفنان سعد المجرد هنا في مصر مبسوطين وفرحانين على الأخ كيفية أغنية هتتصور في مصر؟ الكلام ده كان صح ولا غلط؟ صح صح أنا عن نفسي النهاردة كأن في عيد بالظبط ومبسوط جدا ليه؟ عشان سعد المجرد النهاردة هيغني في مصر وهيكسر الدنيا ويشعللها طب ليه سعد المجرد قاعد في مصر هنا حبة حلوين كده؟ عشان يا صاحبي سعد المجرد عامل مفاجأة لكل محبينه في العالم كله وعامل أغنية عربية خليجية على مغربية وهتتصور هنا في مصر فعشان كده سعد المجرد مش بس جاي يعمل حفلة هنا في مصر لا ده كمان جاي يصور كليب أغنيته الجديدة اللي هتكون باللهجة البيضة زي ما قال الكل يفهمها وهيكون التوزيع والموسيقى خليجية والأرتام كمان خليجية والطابع بتاع الأغنية هيكون مغربي أما الروح بقى الكاملة لكلب أغنية سعد المجرد الجديدة فهيكون طابع مصري حضاري توراثي موجود في الروح المصرية بالطابع خليجي مغربي لهجة بيضة يفهمها الكل وصورة فيه رأس وكاتشي وأتمنى يا رب أن نعجب لأنه كان فيها مشهود كثير وصرنا زمان وإحنا نحن 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 نطبق هذا الديو ونقول نحن نعمل نعمل والمغربة وإن الفانز بتوعنا لا بتاع حتم عمور حبيبي ولا الفانز بتوعي دائما مستنين هالديو فهى يعني نحن 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 نصور في مصر ورح نصور في مصر مع حبيبي حسام الحسين وكليب باغنية سعد المجرد الجديدة هيكون من اخراج الرائع اللي عمله قبل كده كليبات كتير من اشهرهم كليب انساي مع الفنان محمد رمضان اللي تصور بشكل شيك وطلع بسرعة الساروخ وعمل ارقام كبيرة جدا وكانت فكرة تصويره وقتها مختلفة ومتطورة وتليق بعالمية سعد المجرد ان شاء الله الحفلة هنا في مصر هتكسر الدنيا انا عارف ومتوقع ده وهتتفرجوا بعينيكم كم الاعداد المحبة للفنان سعد المجرد لصوته وشخصه واخلاقه وكمان اغانية يبقى كده في مصر عندنا مفاجئتين اول واحدة حفلة المعلم سعد المجرد النهاردة في فندق مريود في الزمالك واللي حضراتكم شفتوا الاستقبال كان عامل ازاي واكيد هتشوفوا بعينيكم الحفلة هتبقى عاملة ازاي والمعلم هيشعللها كالعادة تاني مفاجأة تصوير اغنية سعد المجرد الجديدة هنا في مصر واللي هتكون عبارة عن اغنية خليجية مغربية باللهجة يفهمها كل الناس وهتكون من تصوير الرائع المخرج حسام حسني هنا في مصر تحياتي لحضراتكم اتمنى الخير للجميع واتمنى التوفيق لسعد المجرد في كل حاجة بيعملها سواء حفلات او كلبات او اغاني وصهارات واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير ما تنسوش اللايك والشير ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنسل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عالكل عشان يوصلك مني كل جديد هنتقابل بعد الحفلة واقول لكم ايه اللي حصل فيها بالزبط انا مصطفى شريف دومتم في رعاية اللا وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته